بناء جيش وطني تلك خطة تجلت أبعادها في متوالية السقوط نحو صنعاء فكل ثغرة تم افتعالها عمدا في بنية الجيش وعقيدته تسللت من خلالها الماليشيا إلى العاصمة ليفق اليمنيون على وقع الفجيعة وقد تحول بعض جيشهم إلى ماليشيا بزي الجيش كان البعض يهدم مؤسسة الجيش حقدا على الشعب وإرضاء لإيران لكن بعضا آخر كانوا يخطون خطواتهم على درب إعادة بناء جيش وطني لن يلبث الشدادي وأمثاله أن يمثلوا نماذجه المشرقة التي ستسهم في تبديد انتفاشة الانقلابيين استعاد اليمنيون حلمهم وهدف ثورتهم عن طلاقة متوالية بناء الجيش الوطني لكن الخطوة ذاتها مثلت ضربة قاصمة لأوهام الانقلابيين الذين كانوا في سكرة نجاحهم بملشنة الجيش يعمهون ومع كل تقدم للجيش الوطني على الأرض كانت الماليشيا تتراجع على رقعة الجغرافية وتسقط على خط الزمن نحو الماضي حيث موقعها الوحيد إقرار الشرعية دمج كل فصائل المقاومة ضمن جيش وطني واحد مثل أيضا قطعا لآخر خطوط آمال المليشيا في نسف فكرة الجيش الوطني من داخله عبر إثارة نعارات المكونات والفصائل غير أن تأخر الدمج في إطار الجيش في بعض الجبهات والمكونات منح الانقلابيين فرصة لم يحلموا بها إذ صبت الأحداث الناتجة عن تأخر الدمج أو القيام بإنشاء تشكيلات تعمل بمعزل عن مؤسسة الجيش والأمن في صالح الانقلابيين وتلك حال تجعل النقاط المرفوعة من قبل اللجنة الأمنية في تعز أولوية عاجلة للتحالف والشرعية ووفقا لمذكرة عاجلة بعد اجتماع طارئ أمس أكدت اللجنة الأمنية على تسليم كافة أنواع الأسلحة لقيادة المحور إيقاف أي دعم خارج إطار الجهات الرسمية محاسبة الخارجين عن القانون والمتسببين في الضرر للمواطنين